موسيقى موسيقى اهلا و سهلا ماذا تخبركم كيف تبوست العيد على خير هذا الفيديو سوف نشاركها معكم فيها بعض المقتطفات من ثاني يوم و كين في النهر العيد و كين المقتطفات التي كنت اخذتها قبل العيد فهذا الفلوغ هذا متنويع فيه بثاف لأفكار خليكم معي حتى الاخير ولكن اول حاجة بدأت بها النهر ثاني و كين برانش موسيقى بعد مرات يبقى لي هذا الشيء من الدورة مثلا انا هنا شديت الكلوة و درتها مع اوملت فكا تعجبني كجيلة بزاف كلي تشويها بحاجة موسيقى بعد الأحيان كان نسهى على رأسنا و نلقى رأسنا بأنه لم ينأكل الفواكه بكترا بعد المرات لم ينأكل الفيتامين و نأكل الفاست فود و لا يوجد فائدة فهنا نحسى برأسنا بأن المناعة كانت نقشية و لا يجب أنه انتهى في رأسنا فهنا فقط أنه نهار من نهوره ندير برانش لديه الكثير من الفيتامين فهنا أخذت تقاع الفواكه اللي كانوا عندي فهنا في هذا الفيديو سوف نشارك معكم كيف يمكن أن تحفظوا على الخضر مدة طويلة بما فيها الخاص بما فيها الربيع و النعناع و غيرها و هذه الأمور كان لديهم مؤخرة فمن بعد موجة طبقة الفواكه فأنا نجد شمبينيون شحرته شوية مع الكلواء نفسها فقط شحرته و من الفق زاليهم بيتات و صيفة اوملت سوف نجد شمبينا على القهوة كل صباح كان صباح مجنوية إلا لا أخذت القهوة نحسط براثي بأنه شيء موجود فبخصوص هاد الماشين اللي سولتوني لها ثمن ديالها و غير هم هاد الأمور هذي سوف نخليط لكم الرابط و سوف نعود نخلي لكم الرابط و سوف نخلي لكم الرابط نسب خيسو.ما راهم تديروا الليفرزون في المغرب كله أي حاجة بغيتوها لكابسول لاماشين كوشي سوف تلقوا عندهم و دابا مسحة و راحة و دابا سوف نشارك معكم تنظيم التلاجة أو الطريقة الحفاظ على الخضر مدة طويلة من بعد ما جربتها مرة و جوجو ثلاثة ولقيت بأنها صدقات معايا قلت و لابد أنني نشاركها معكم خاصة الصيف و كنعرفوا بأنه الخضراء ضغياء كاسوسد دابا تدخل البرامات و أفضل الفواكه من قبل و أفضل المغرب و دخلتها في الباك و دخلتها لتلاجة يجب أن تكون سوى صوت كبيرا لتبقي منظرها اما بالنسبة لما يسمى بالبقوليات طريقة كالتالية بالنسبة للخص او البرو والكرات ندير لهم الماء في ايناء باش كيبقى ذلك الماء كيسكي العريقات ديالهم كيبقوا خضرين اما بالنسبة للحفظ اذا كان عندكم مرقد عندكم تلوح الماء فعال بالنسبة للغلاي الصداء والكالكاء كيحيضوا بواحد سرعة وفلفلة هذا هو الوقت لها فلفلة صغيرة بزودة او لا حرة او لا حلوة لذا تشتوها وديروا معها الماء الذي تغليه وتخليه يبقى على جنب حتى يبرد مع مليحة بالنسبة للخص و بالنسبة للربيح نأخذ واحد الاناء ديال الساج و ندير فيه الماء و نحط القصبر مع النس ديالي بعد المرات نغطيه من الفوق بعد المرات نخليه بالعجنب البروكولي هو اكثر عنصر كي يخسر ضغية في الصيف و كي تلقيها خيبة في التلاجة طريقة كي تحافظوا عليها اكثر من اسبوع انكم تشتو الورق المطبخ كليناكس تبللو شي شوية بالماء و تحطو فوق منه البروكولي نس القديه بالنسبة للقرعة و بالنسبة الملوخية لان هادو حتى هما ضغية كيفصدو الصيف النعناع كذلك و مثال نفس الطريقة فصراحة انا من بعد ما جربت هالطريقة هذه القيتها فعالة لانه ولات الخضرات تخسر ضغية خاصة مع ارتفاع درجة الحرارة تلاجة و خاك تبرد درجة الحرارة فلقيت هذه هي الطريقة الفعالة ورق المطبخ كي تبلل و يبقى مزيان كي يخلي الخضرات اكثر من اسبوع اما بالنسبة للشامبينيون من بعد ما كتغسلوه كتزيدو عليه التلج تخليوه شي شوية و من بعد نفس الطريقة فكي طول حتى هو مدة طويلة صراحة بالنسبة للخضرات فلقيتش طريقة من غير انه اللويها في السلوفان باش طول لياه لانه لما كتزقونش في السلوفان فاللعندكم شي طريقة اخرى شاركوها من هذا فاللعندكم يا نزوجة موسيقى ورغب ورغب اشتركوا في القناة نجد الفريكو نغسله باطاقه من بعد أن تقطع اللحم هذا الشديد يجعله في صندوق الوصف خطير بالنسبة لطلاجة بالنسبة لطلاجة و من السباة يلمع و يحييض الطبايع الصعابية و يرخف و يتلقون بعد أن تقطع اللحم كيف العادة كل عام سأقطعه من نهاره لا يجعله أن يجعله كولهم جديدون من قادية يجب أن يكون مفاجئة باللحم يجب أن يكون مفاجئة باللحم اضافج البروشات لن يتجب أن يفر watching الغنجرة لقيف كل طرف لتجلب أحيان لأن يجب أن يكون أفقان يجب أن تكون أفقار بصمة حتى يجب أن تكون سمعت او اتكاتها موضوع او او اكتبتها بالفتخ و او السقطة او او سفتفت في الكنجيلاتر هذا هو براسة اللحم اعجبتهم لانتقطعهم في الليل احتلق لاشتلك او او اتكات تتبيه لهم او 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 اتكاتهم او او اتكاتهم بان او اطراف خضرين للاسف الكاميرا ما غا تشدهم شعلاش حيتي عندي طوب بزاف الكوزينة مجهد عندي دي بخوجكتور ولكن ارغاي قدرو يبانو لكم عندي دي بخوجكتور اللي ديرهم انا خاصة بتصوار فهنا يلا شفتو في الجهات اليسر كانش شوية ديال الخضورة كانت الخضورة ولكن الحمد لله ما كانش مجهدة بحل واحد العام الى اعقلت واحد العام كنت شاركت معكم الحولي اعبتوا راه كانت تقريبا كله لنص دياله اللي اللحناه الله يسمح لنا وماشي غير انا بزاف ديال الناس لانه كان فيه مشكل ديال ان اللحم ضغية كتخضر فسبب كانوا من بعد ما بحثوا هانتم ما شوفوا هنا يا الخضورة كاتبا من بعد ما بحثوا الناس ومن بعد ما بداروا تحريات القوا بانه الغنم تتاكوش يماكلة ليا مجهدة عليها او باش يوجدوها ضغيات وجد العيد في سبيل تتبيه القطبان واحدة قدرت فيها البصلة واحدة ما قدرت فيها البصلة لما قدرت فيها البصلة ستبقى في الكنجلاتور وما قدرت فيها البصلة غير 24 ساعة ونجبضها فمن بعد ما بدأ كي يختار خفت انني نخليه في تلاجة قلت من الأحسن نشرم له ونضعه في الكنجلاتور فأخذت هذه الميكة هدو صغيرين كي يجعون بخاتيك بالنسبة لبغوشت ودفا غدوزو التوجهة ديال الطبلة ديال اليد والتي وجدتها انا حتى لنهار ثاني هاتي وإلى قلت لكم الجلال بما لبسناه مش لأنه ما خرجناش النهار ديال العيد كانت تروينا وبقينا في الطائر من هادي لهادي النهار ثاني عيد هو اللي قدرنا نقلصو فيه ونجمعو فيه هلا الحلوة حان الله داك اليومين ديال العيد كيكون واحد التعب وراهيب خاصة النهار ديال اليد كتكون تماره الحمد لله كل شي بالحسنة دياله وهنا غانا عاود نقول لكم عواشر مباركة مسعودة ونطلقوا في فيديو واحد اخرى ان شاء الله كنبغيكم بساف وشكرا على التعليقات ديالكم زوينة وشكرا على المشاركة ديالكم للفيديوهات ديالي اهلا لكم بلونتو ما منضمين لهم فكيوصلوني بزاف ديال تعاليق بزاف ديال الرسائل جد ممتنة لكم وقريبا ان شاء الله غيحدث تغيير في القناة وهذا ان شاء الله كله غيكون بفضلكم وبفضل المتابعة ديالكم سوما كذلك فالى اللقاء خليتكم على خير اتلقوا في فيديو احتى اخرى شكرا شكرا شكرا